بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جدا من كروز السنة لا أعلم أكثر الناس صيغة للحمد من جوامع الكلم للدبي صلى الله عليه وسلم لا تقدر بحسنات أعظم ما في منقف هذا الحديث أن الله تعالى يوكل لك سبعين ألف ملكا يستغفرون لك إلى يوم القيامة ويكون هذا الاستغفار في ميزانك يوم القيامة روى الإمام التبراني الحفظ التبراني في المعجم من حديث عبدالله بن عمر بن العاص من قال الحمد لله الذي توضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي زل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدراته فقالها يطلب بها ما عند الله كتب الله له ألف حسنة كتب الله له بها ألف حسنة ورفع له بها ألف درجة ووكل الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة هذا الحديث له شاهدون آخر من حديث أمي السلامة كتب الله له مئة ألف حسنة وجعل روحه في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حس التشاء ربنا سبحانه الله يجعل يوحك في حواصل طيور خضر تسرح في أرهار الجنة هذا الحديث له شاهدون آخر موقوف عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود كتب الله له بها ثمانين ألف حسنة ومح عنه ثمانين ألف سيئة ورفع له ثمانين ألف درجة في الجنة فأعظم ملاقب الحديثي نحن نحتسب في كل مروايات ديت أعظم السواد احتسب إن ربنا يوكل لك سبعين ألف ملك استغفرون لك اليوم القيام احتسب إن ربنا سبحانه وتعالى اكتب لك مئة ألف حسن احتسب إن ربنا سبحانه وتعالى عام حوالك ثمانين ألف سيئة احتسب إن ربنا سبحانه وتعالى لفع لك في الجنة ثمانين ألف درجة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أفضل وعبادي أفضل وعبادي أمتي يوم القيام على الحمادون مش نجديد الميم الذين يكسرهم من الحمد فالذكر ده ذكر جامع ذكر جامع من جوامع الحمد كل ما بقوله ده باستغفار مرة واحدة بس لو أنت قلت مرة واحدة بس ببالك بقى لو أنت كررته قلت مثلا خمس مرات عشر مرات كل يوم اضرب السواب ده في العدد يعني قلت عشر مرات اضرب السواب ده في عشر فبرقب لا تحصل يقفين أن أقول لحضراتكم في الحديث الصحيح ده إن الأب بيرفع المقيمة دلاجات في الجنة كثيرة فيتعجب فيقول أن لي بهذه المنزلة وعملي يعني لا يصلوا بي إلى هذه المنزلة فيقول له رب العالمين له باستغفار ولدك لك طب ده يعني استغفار يعني استغفار الإبن الأب بيرفع دلاجات كثيرة في الجنة فملك بقى باستغفار سبعين ألف ملك في الغات يوم القيامة طب ده الإبن بيعيش مدة معينة بيموت ستين سبعين تمانين تسعين سنة بيموت ده واحد بس تتصور لما سبعين ألف ملك يبدو يستغفرون لك اليوم القيامة الحسنة قد إيه ده تربطونه مرة واحدة طب لو قلته كل يوم طب لو قلته كذا مرة كل يوم فضلا عن رفع درجات الجنة فضلا عن محيس محيس سيئات طبعا الزكر حالي أن يحفظ هذا الزكر ويقال كل يوم كثيرا فأنا سأكتب لكم الحديث برواياته في الوصف انساقوا هذا الكلام والشور نشر هذا عين في الصغر العظيم كل قولي هذا أستغفر الله لأولا